مرحبا بكم في قناة لسيانس الحصة درسنا اليوم سيكون حول أدوات التعريف سنبدأ بأدوات التنكير نستعمل أ بالنسبة للمذكر المفرد ماسكولان سنجولي أ أضفنا أ نستعملها بالنسبة للمؤنت المفرد فمينان سنجولي ودي دي أس تستعملوا بالنسبة للجمع المذكر والمؤنت نأخذ أمطلة لنفهم أكثر أول مثال بالنسبة للمفرد المذكر ماسكولان سنجولي كلب اسم نكرة لأنه ليس معرف لم نحدد الكلب الذي نتكلم عنه المثال الثاني بالنسبة للمؤنت المفرد فمينان سنجولي هنا لم نحدد الكلب التي نتكلم عنها قلنا فقط وردات بالنسبة للجمع pluriel هنا أيضا لا نعرف القطة التي نتكلم عنها نأخذ أمطلة أخرى لديهم طفلان ولد وابنت هنا استعملنا أمطلة أخرى لأننا لم نحدد منهم الأطفال فقط قلنا ولد وابنت الجملة الثانية لدي أطفال قديم في غرفة المعيشة الخاصة بي هنا استعملنا أطفال لأننا لم نحدد الأطفال نمر الآن إلى الآخطيق الدفيني أدوات المعرفة نستعمل لأ أو الأبوستخف لتعرف المفرد المدكر مسكولان سنجولي ونستعمل لأ أو الأبوستخف لتعرف المفرد المؤنت فمينان سنجولي وأخيرا لأ لأس لتعرف الجمع المدكر والمؤنت نأخذ مثال لنفهم أكتر الكلب الأبيض هنا استعملنا لتعرف شين وكذلك نعرف الكلب الذي نتكلم عنه لأنه معرف بل قلنا الكلب ليس كلب إذن لشين المثال الثاني المنزل الأصفار هنا مثال بالنسبة للمؤنت المفرد أي فمينان سنجولي وهنا استعملنا لتعرف ميزان فأصبحت لا ميزان هنا نعرف المنزل الذي نتكلم عنه مثال للجمع بلغيال ليشا ليشا القطط هنا نعرف القطط التي نتكلم عنها لأنها معرفة بلي وإذا كانت لأولا متبوعة بي نعرف المنزل لنتكلم عنه لذلك نعرف المنزل لنتكلم عنه اه 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 نستعملو لزارتقل دفيني عندما يكونوا شخص أو شيء معروف مثلا نستعملو لزارتقل دفيني عندما يكونوا شخص أو شيء محدد أصدقاء أحمد ودودون أو لطيفون للغاية هنا حددنا على ماذا نتكلم نستعملو لزارتقل دفيني عندما نتكلم عن شيء دقيمة عامة شخص أو أفالور جنرال مثلا أحب الموسيقى الكلاسيكية هنا كتبنا ثانيا أميدي جيكوت لغاديو عند الظهر استمعو إلى الراديو هنا كتبنا لغاديو نمور الآن إلى الزارتقل كونتحكتي أدوات معرفة مدغمة بالنسبة للمفرد سنجولي او إدرام لي أ بلس لو ودو إدرام لي دو بلس لو او ودو تستعملو قبل الكلمة التي تبدأ بقنصن أو أش أسبيري نأخد مثل نقول نقول إدن شكولة تبدأ بسي وهي كنصن لديك كتبنا أو كريم الشوكولات المتال تاني لإنها جملة خاطئة هنا عندنا أش أسبيري إدن دو плюс ل تسبحو دو ستنقول لإنها جملة خاطئة إدن لإنها جملة خاطئة بالنسبة للمفرد او هي إدرام لي أ plus ل ود هي إدرام لي دو بلوس لي تكتب أو أو دي عندما تكون الكلمة التي بعدها أو بعدهم بإن كنصن أي حرف ثابت إن ويال حرف علا الناش موي أو أش أسبيري مثلا إن تغط على بام هنا بام تبدأ بكنصن أي حرف ثابت إدن قلنا أو أو إكس إنها إدرام لي أ بلوس لي من الأصح أن نقول إن تارت أو بام كعكة التفاح لإجوة دو لز أمفان إنها جملة خاطئة من الأصح أن نكتوبة لإجوة دوز أمفان كتابنا دي لأنها إدرام لي دو بلوس لي وكذلك أمفان تبدأ بإن ويال أي حرف علا لجوة ديز أمفان ملاحظة مهم جيدا لا يدرامان إنها قاعدة عامة نمر الآن إلى الأسرطيق البرتطيق أدوات التجزيئة والتبعيد عندنا دو دو ل دو أبوستخف و دي تستخدم هذه الأدوات أمام الأطعمة المكونات أو المشروبات التي لا يمكن تقوم بوصلة مثلا نضافر الطريق قبل أصوات نكتب 2 نضافر الطريق نحن نلخل والباشرة نضافر الطريق والغرب نضافر الطريق نحن نضافر الطريق قبل أصوات وينظر أرادت للمشاكل من الم merchants ومن أصداد فبل كلمة تعب دعوبي ويليل أو اشموية مثلا لكي أحيان ولكن في المنصبách أنا، لحيان لتغتب hear أحيان سن rappers أيضاً لزارة الارتكاليه عندما نريد التكلم عن شيء مجرد مثلاً إلا دو تالان لديه منهبة نوزاون دو لشانس نحن محدودون إلا دو دو ديها شكوك وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا بالدخط على زي اللايك إذا فهمتم التاشي جيداً كذلك الاندمام إلى باج دينا في الفيسبوك لسيانس الحصاء والغوب وداعاً لمشاكل فرنسية لتعلم الفرنسية طبعاً وكذلك تفعيل جرس لتصلكم جميع الدروس وجميع الفيديوهات شكراً على المشاهدة إلى اللقاء